استعرضت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب دكتورة رشا راغب تجربة الأكاديمية كنموذج ناجح في تمكين الشباب جاء ذلك خلال كلمتها كمتحدث رئيس في الدورة الثانية عشر من ملتقى الاستثمار السنوي عشرين ثلاثة وعشرين والتي تقام تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان ولي عهدى بوضبي وأضافت راغب أنه تم تصميم برامج الأكاديمية لتلبية احتياجات التغير السريع الذي يشهده العالم حاليا مع تركيز قوي على الابتكار والإبداع وحل المشكلات في ضوء إيمان الأكاديمية بأنه من خلال الاستثمار في متدربيها فإنها تستثمر في مستقبل المجتمع مؤكدة أن خريجي الأكاديمية مجهزون بالمعرفة والمهارات لقيادة الطريق في إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي نواجهها